اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا لكل الناس مش الاطباء ولا الطاقم الطبي فقط لا كل الناس سواء كنت حضرتك مدرس مهندس طالب بدون عمل اي وظيفة ايا كان انت مين الموضوع ده مهم ليك وهو الانعاش القلبي الرئوي الاساسي او البيزيك لايف سببورت لو انت مثلا بتلعب كرة او كنت في مصنع وفجأة زميلك وقع وسقط على الارض وزميلك ده قلبه توقف فزميلك ده لو بالفعل قلبه توقف والنفس توقف بيبقى قدامه دقايق معدودة ان انت تلحقه ولازم تعمله انعاش قلبي رئوي بسرعة وإلا لو انت قلت ان هتصب بالاسعاف واستنى تيجي تنقذه فلو الاسعاف اتأخرت ولو عشر دقايق بس بيكون خلاص شبه مستحيل ان العيان ده يرجع مرة تانية فموضوعنا مهم لكل الناس كل الناس لازم تعرفوه وما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو في حياتنا العادية ممكن وانت ماشي صدفة كده تلاقي واحد وقع مرة واحدة وقلبه توقف سواء بسبب ازمة قلبية مثلا او بسبب حادث او اتكهرب او كان غرقان او اي شيء انت شفته وقع مرة واحدة من طوله فالشخص اللي وقع قدامك ده لو بالفعل قلبه توقف فالدم مش بيوصل للمخ عنده ومش بيوصل لباقي خلايا القلب وبيكون قدامه دقايق معدودة جدا عايز اقولك ممكن 3 او 4 دقايق لو لم يتم انقاذه بيموت وهدف الانعاش القلبي الرئوي الاساسي اللي الناس كلها تعرفه ان الشخص اللي شاف الشخص وهو بيقع يلحقه ويعمل له انعاش قلبي رئوي وده بيحاول يوصل كمية الدم للمخ وللقلب لحد ما ييجي الاسعاف ولحد ما ييجي جهاز الصدمات الكهربائية وعشان الموضوع ده لكل الناس مش للمتخصصين مش للدكاترة بس لكل الناس فهم عملوا خطوات المفروض تكون سهلة وتعرفها بسرعة عشان تبدأ تطبقها لو حصل قدامك كده والخطوات دي بقى كالقاتي الخطوة الاولى هي امانك اولا وامان مجال العمل اللي انت فيه بمعنى انت لو شفت واحد بيغرق وانت مش بتعرف طعوم او مش بتعرف تنقذ مش مطلوب منك انك تنزل تطلعه لان كده بتعرض حياتك للخطر وده مش مطلوب شخص موجود في وسط نيران كبيرة وانت مش هتقدر تجيبه ومش مطلوب منك تدخل عشان تجيبه شخص في وسط اسلاك كهربائية والجو كله مكهرب مش مطلوب منك انك تنزل تجيبه يبقى الخطوة الاولى امانك اولا ما تشتغلش لو انت شايف انك مش في امان او فيه خطر حواليك ما تشتغلش لكن لو انت مثلا بتلعب كرة وشخص اصادك وقع فين الخطر اللي هنا لازم تشتغل فورا الخطوة التانية اللي هي فحص الاستجابة تشوف الشخص اللي وقع قدامك ده بيستجيب ولا لا بيرد عليك ولا لا يعني الشخص قدامك وقع فانت بتروح عليه وتنادي عليه بصوت عالي وتهز كتافه لو انت عارف اسمه يا محمد يا محمد وتهز كتافه او يا استاذ لو انت مش عارف اسمه يا استاذ يا استاذ انت كويس فلو رد عليك فبيبقى الموضوع ابسط وبتحطه في وضع الاستشفاء وبتطلب الاسعاف وبيبقى الموضوع هادي العيان بيرد العيان فايق وواعي اما لو العيان مش مستجيب فبتنقل على الخطوة التالتة يبقى الخطوة التانية فحص الاستجابة الخطوة التالتة بقى اللي هي فتح مجرى الهواء open airway يعني العيان مش مستجيب فبتفتح مجرى الهواء بتاعه بطريقة سهلة اسمها امالة الرأس ورفع الذقن head tilt chain lift يعني بتميل رأسه وراء بتحط ايدك على جبهته واصبعك تحت دقنه تميل رأسه الوراء وترفع دقنه الفوق ده بيفتح مجرى الهواء لهو بالع لسانه مثلا بنسمع كتير جملة دبالع لسانه تعمل الحركة دي عشان مجرى الهواء يتفتح وممكن تفتح الفم بتاعه وتشوف لو فيه جسم غريب في الفم تشيله لو فيه طقم اسنان مثلا او حاجة غريبة في بقه تقدر تشيلها شيلها يبقى الخطوة التالتة افتح مجرى الهواء لكن فيه هنا ملحوظة صغيرة عايزة اقولها ان لو العيان عنده اصابة في الرقبة او انت شايف انه واقع على رأسه من وراء فيفضل ان احنا ما نعملش امالة الرأس ورفع الزقن دي يفضل ان احنا نعمل حاجة تانية اسمها رفع الفك جو ثراست بتيجي تحت مفصل الفك من هنا وترفع الفك بتاعه لفوق فيه محاولة منك لفتح مجرى الهواء لكن لو لقيت ان العيان بيحاول يتنفس ومش قادر عشان مجرى الهواء مقفول اعمله امالة رأس ورفع الزقن لان فتح مجرى الهواء اولوية قصوى الخطوة الرابعة هي فحص التنفس تشوف العيان بيتنفس ولا لأ عن طريق حاجة اسمها انظر اسمع حس انت بتحط وشك وراسك قدام وش العيان واعينيك بتبص على صدر العيان فانت بتبص على صدر العيان انظر بتبص على صدر العيان تشوفه وبيتنفس ولا لا صدره بيطلع وينزل مع النفس ولا لا بتسمع نفس العيان ما انت ودنك جنب فمه وانفه هل في نفس ولا لا؟ وبتحس كمان النفس على وشك او على خدك انظر اسمع حس وخلي بالك الموضوع ده ما يستغرقش اكتر من 10 ثواني انت في 10 ثواني بتكون حكمت عليه هل بيتنفس ولا مش بيتنفس مش هنقعد 3 دقايق نشوفه بيتنفس ولا لا؟ هم اقل من 10 ثواني كمان فانت بتشوف الشخص الواقع ده هل بيتنفس طبيعي زي الناس عادي نفس طالع ونفس داخل وكويس كده التنفس طبيعي في الحالة دي بتحطه في وضع الاستشفاء وتطلب الاسعاف اما لو هو مش بيتنفس او بيتنفس نفس غير طبيعي اللي هو اسمه جاسب العيان بيجاسب يعني من الاخر العيان بيموت جاسب دي اللي هو بيتنفس نفس كل فين وفين ومش نفس طبيعي كمان ده زي الشخير كده بيشخر فالعيان ده ما تقولش عليه اصلا بيتنفس لا ده هو كده مش بيتنفس النفس اللي مقصود بيه النفس الطبيعي اللي كلنا عارفينه نفس طالع وداخل كده يبقى الخطوة الرابعة افحص التنفس او تشيك بريثنج الخطوة الخمسة اللي هي اطلب الاسعاف وبعت حد يجيب جهاز الصدمات الكهربائية الخارجي لو موجود عندك اطلب الاسعاف عرفناها انت في مصر هتتصل بواحد اتنين تلاتة ده رقم الاسعاف في مصر في بلدك لازم تكون عارف رقم الاسعاف بتاعك طيب ايه جهاز الصدمات الخارجية ده بقى جهاز الصدمات الكهربائية الخارجي ده جهاز بيدي صدمات كهربائية للقلب وده جهاز متنقل المفروض بيكون في مصانع في الشركات في الاماكن اللي فيها تجمعات كبيرة المفروض يكون موجود فانت لو في مصنع مثلا او شركة المفروض بتبقى عارف ان شركتك او مصنعك فيها الجهاز ده ولا لا فانو انت عارف ان انت عندك الجهاز ده هتشوف اي حد من اللي معاك وتقول له اطلب الاسعاف وهاتل جهاز الصدمات الكهربائية بسرعة طيب انت لو مش معاك اي شخص اخر فانت اللي هتطلب الاسعاف لكن ماينفعش تسيب المريض وتروح تجيب جهاز الصدمات الكهربائية الا لو كان على بعد خطوتين اتنين او تلاتة منك اما لو الموضوع هياخد وقت ماينفعش ما تروحش اطلب الاسعاف بس وخلاص وكذلك الامر لو مش موجود الجهاز اطلب الاسعاف وابنقل على الخطوة السادسة الخطوة السادسة هي انك تبدأ الانعاش القلبي الرئوي بضغط الصدر تبدأ للعيان بقى انعاش قلبي رئوي العيان واقع قدامك ومش بيستجيب وفتحت مجرى الهوى ومش بيتنفس طلبة الاسعاف هتبدأ تشتغل انعاش قلبي رئوي المريض بيكون نايم على الارض على مكان مسطح بتنزل على ركبك جنب المريض وبعدين بتحط راحة ايدك راحة اليد اللي هي دي على منتصف صدر المريض شوف صدره حطه على المنتصف في عضمة هنا اسمها عضمة القص بنحط على النص الأسفل منها التحتاني لكن عموما انت لو ما تعرفش نص صدر المريض اهو في الحتة دي كده الصدر مش البطن خلي بالك صدر المريض حاجة وبطنه حاجة منتصف صدره بتحط راحة ايدك عليه وتحط ايدك التانية تشبكها بالشكل ده وتفرد دراعك ماينفعش دي تبقى متنية كوعك لازم يكون مفروض وتنزل على منتصف صدر المريض زي ما قلنا وتضغط هتضغط الضغطة تنزل العضمة دي او عظام صدر المريض خمسة سنطل تحت تضغط تنزل العضمة خمسة سنطل تحت وخلي بالك انت بتضغط بجسمك بتقل جسمك مش بكوعك يعني مش بنعمل كده لا انت بتنزل بجسمك كله بجسمك عشان ما تتعبش يعني الاعتبر اللي بيتحرك عندك هو مفصل الفغز بتاعك مش كوعك فلما بتضغط على صدر المريض وينزل خمسة سنطل بتفك ايدك او بتفك الضغط عشان صدر المريض يرد يرجع تاني وبعدين تضغط تاني وتكرر الموضوع ده بسرعة بسرعة من 100 ل120 مرة في الدقيقة يعني تشتغل بسرعة تضغط وتسيب بسرعة بعد 30 ضغطة بتوقف الضغط وتروح تدي للعيان نفسين تنفس صناعي انت اللي بتديله نفسين من الفم للفم بتفتح مجرى الهوى تاني بالنسبة للمريض لان ممكن انت بتضغط راسه تميل تاني لقدام ومجرى الهوى يتقفل فبتفتح مجرى الهوى بتسد انف المريض وتفتح الفم بتاعه وتحط فمه داخل فمك تحط شفيفك على بقه بعد ما تكون خدت نفس وبعدين تديله النفس ده في الفم بتاعه تنفخ في بقه وتطلع النفس بتاعك كله وتلاحظ وانت بتديله النفس ان صدر المريض بيرتفع معنا كده ان النفس وصله بعد كده بتشيل فمك وتخليه بعيد هتلاقي صدر المريض نزل وبعدين تاخد نفس من بعيد وتيجي تكرر الموضوع ده تديله نفس كمان يبقى كده خد نفسين وخلي بالك الموضوع ده ما يستغرقش اكتر من عشر ثواني برضو لان في معلومة ان الضغط اللي انت بتعمله ده المفروض لا يتوقف اكتر من عشر ثواني لأي سبب فانت بتضغط 30 ضغطة وتديله نفسين 30 وتديله نفسين وهكذا تستمر على هذا الموضوع ولو معاك شخص اخر ممكن تبدله الادوار كل دقتين عشان ما تتعبش طبعا يعني انت بتعمل ضغط الصدر وهو بيدي نفسين 30 ونفسين 30 ونفسين لو دقتين عدوا هو يبدل مكانك وانت تبدل مكانه عشان ما تتعبوش عشان احنا عايزين الضغط ده يستمر لحد الاسعاف ما ييجي او لحد جهاز الصدمات الكهربائية الخارجي ييجي الخطوة السابعة لو عندك جهاز الصدمات الكهربائية وصل بقى انتو شغالين كده وواحد جي من بعيد الجهازة هو الجهازة هو فانت في الوقت ده بتستمر في الشغل بتاعك بتستمر في الانعاش القلبي الرئوي والشخص التاني ده هو اللي بيفتح الجهاز الاجهزة دي بتبقى متشابهة مع بعض الى حد كبير ولو فيه اختلافات بتبقى فيه اختلافات بسيطة الموضوع كله انك بتفتح الجهاز بتلاقي فيه لزقتين متوصلين بسلكين للجهاز اللزقتين دول بتلزقهم على صدر المريض واحد في المنطقة دي والتاني في المنطقة دي خلي بالك قلب المريض هنا يبقى واحد عند اليمين هنا لزقه هنا ولزقه هنا وطبعا على صدر المريض العاري مش على الهدوم ولازم ما يكونش عرقان ما يكونش فيه مياه كتير عشان اللزق ده يلزق وعشان الصدمة الكهربائية نشف صدر المريض ولو فيه شعر كتير وتقدر تشيله او تحلقه شيله بعد كده الجهاز بيبقى ليه زرار on و off زرار بيفتح الجهاز فاضغط عليه on خلي بالك كل ده وانت شغال cpr يعني انت شغال عمال تضغط على صدر المريض وتديله نفسين والشخص التاني بيلزق اللز وانت شغال عادي وبيشغل الجهاز اما لو انت كنت الوحدك وجبت الجهاز او كان جنبك يعمل انت الحاجات دي لما بتشغل الجهاز الجهاز بيبدأ يشتغل ويديك تعليمات المفروض برضو تكون مدرب عليها وعارفها لان غالبا هيكون بالانجليزي فلو هو عندك في المصنع بتاعك او في الشركة بتاعتك فالمفروض يدربوك عليه لكن عموما هي اوامر سهلة برضو وغالبا كلها شبه بعضها على سبيل المثال الجهاز لما هيفتح ممكن تلاقيه بيقولك open the bag and attach the pads يعني افتح الشنطة ويلزق اللزقتين دول مده خلاص احنا عملناه خلاص تاني خطوة هتلاقيه بيقولك analyzing rhythm don't touch the patient يعني من فضلك ما تلمسش المريض عشان انا بحلل كهربة قلبه يبقى في الوقت ده بقى نوقف نعاش القلب الرئوي ونبعد كده عن المريض عشان الجهاز يحلل كهربة القلب يشوف هل القلب ده هياخد صدمة ولا مش هياخد لان في اوقات القلب يحتاج صدمة كهربائية واوقات القلب ما يحتاجش فلما يقولك analyzing rhythm please don't touch the patient يبقى خلاص نبعد عن المريض بعد كده ممكن تلاقيه يقولك shock advised يعني العين محتاج صدمة كهربائية هتلاقيه يقولك بعد كده charge it يعني انا شحنت الصدمة الكهربائية طيب بعد كده هندي الصدمة الكهربائية ازاي؟ في بعض الاجهزة مبرمجة ان هي تدي الصدمة الكهربائية مباشرة بس بعد ما يقولك stand clear أو clear clear ده يعني ابعد عن المريض اصلي دي كهربة هتتكهرب انت كمان لما يقولك stand clear ابعد عن المريض ويخلي الناس كلها تبعد من عليه وهو هيدي الصدمة الكهربائية وانت ساعتها هتلاقي العين تنفض قدامك مرة او ممكن تلاقي زرار فيه لمبة عمالة تنور وتلاقي الجهاز بيقولك press flashing button يعني اضغط على الزرار اللي بينور to deliver shock عشان ندي الصدمة الكهربائية في الحالة دي بتخلي الناس تبعد من على المريض برضو وتدوس على الزرار اللي بينور ده عشان تدي الصدمة الكهربائية للمريض كل الناس تبعد عشان محدش تكهرب بعد المريض ما خد الصدمة الكهربائية هتلاقي الجهاز يقولك it is now safe to touch the patient يعني دلوقتي امام تقدر تكمل cpr لازم تكمل الانعاش القلبي الرقوي خلاص هو خد الصدمة وخلاص كمل الانعاش القلبي الرقوي لان احنا بعد الصدمة بنكمل تاني انعاش قلبي رقوي بدغط الصدر برضو والجهاز بعد دقتين هيعيد تقييم المريض مرة تانية وهتلاقيه يبدأ يقولك تاني analyzing rhythm please don't touch the patient يعني انا هحلل الرزم تاني هحلل كهربائية القلب بتاع المريض من فضلك ما تلمسش العيان ويعيد الموضوع مرة تانية طيب افرد هو من الاساس قالك check not advised يعني العيان مش محتاج صدمة العيان كهربت القلب بتاعته لا تحتاج صدمة في الحالة دي هتكمل cpr تاني هتكمل برضو انعاش قلبي رقوي continue cpr يعني كمل الانعاش القلبي الرقوي بتاعك والجهاز بعد دقتين هيقيم الموضوع تاني طيب انت في الشارع او في الملعب في ملعب كرة قدم ومش معاك الجهاز ده تعمل ايه مش هتعمل حاجة كل اللي عليك انك هتشتغل انعاش قلبي رقوي 30 ضغطة ونفسين 30 ضغطة ونفسين وتبدل مع زميلك كل دقيقتين لحد ما ييجي الاسعاف هو ده المطلوب منك طيب لو انت شغال ولقيت المريض مثلا بدأ يكح ورجع للحياة ويقول انا فين او بدأ يتنفس وبقت اموره مستقرة في الحالة دي حطه في وضع الاستشفاء الوضع اللي قدامك ده وخليك قاعد جنبه وخلي الجهاز متوصل عليه عشان ممكن قلبه يتوقف مرة تانية ونفسه يتوقف مرة تانية وخليك بجواره لحد الاسعاف ما يوصل وينتنقل للمستشفى يبقى كده الخطوات اللي انا قلتها لك وهي بالمناسبة خطوات سهلة ما تستصعبش الموضوع الخطوة الاولى تشوف امانك وامان المكان اللي حواليك الخطوة التانية تشوف الاستجابة بتاع المريض بيرد عليك وبيستجيب ولا لا الخطوة التالتة افتح له مجرى الهوى الخطوة الرابعة افحص التنفس وشوفه بيتنفس ولا لا الخطوة الخمسة اطلب الاسعاف واطلب جهاز الصدمات الكهربائية لو موجود حواليك الخطوة السادسة اشتغل انعاش قلبي رئوي وابدأ بضغط الصدر 30 ضغطة ونفسين 30 ونفسين لحد ما ييجي جهاز الصدمات الكهربائية وتوصله على العيان وتتبع تعليماته او لحد الاسعاف ما يوصل هي دي الخطوات بتاعة الانعاش القلبي الرئوي الاساسي وفي ملحوظة صغيرة عايزة اقولها لك ان من الخطوة الاولى للخطوة السادسة اللي هو عشان تبدأ انعاش قلبي رئوي غالبا الموضوع دا ما بياخدش اصلا 20 ثانية ما تقولش هو انا عاعد دعم الخمس خطوات لحد ما ابدأ انعاش قلبي رئوي الموضوع ما بياخدش دا كله دا 20 ثانية او اقل كمان لان انت العيان وقع امان المكان انت شايفه بعينك خلاص يا المكان امان يا مش امان فالعيان وقع في ملعب كورة انت بتلعب كورة والشخص وقع خلاص المكان امان انت جنب المريض فدي ما فهاش مش ثواني مش هتاخد ثانية فحص الاستجابة يا محمد يا محمد ما بيردش خلاص ثانيتين فتح مجرى الهواء خلاص كده اهو انت فتحت مجرى الهواء ثانيتين او ثانية واحدة فحص التنفس وقلنا ما بيزيتش عن عشر ثواني اهو انا حطيت ودني وبشوف العيان لا ما بيتنفسش اطلب الاسعاف يا محمد اللي جنبك بيطلب الاسعاف وانت بتديت تشتغل الخطوة السادسة اللي يا سي بي آر فالموضوع 15-20 ثانية بتكون بدأت تشتغل انعاش قلبي رئوي لو فعلا العيان ده مش بيتنفس طب لو سمحت يا دكتور عندي شوية اسئلة اه طبعا اتفضل يا عم بندق ومش هنا المفروض اشوف النبضة بتاع المريض بص يا عم بندق الانعاش القلبي الرئوي الاساسي معمول للناس العاديين مش الدكتورة والتمريض فممكن الناس العاديين تكون مش بتعرف تشوف النبض عشان كده بيعتمد على التنفس وغالبا الانسان اللي مش بيتنفس غالبا هيكون مش معاه نبض لكن لو انت مدرب وتقدر تشوف النبض تعرف كويس تشوف النبض شوف النبض بعد الخطوة الخامسة اللي هي طلب الاسعاف وطلب جهاز الصدمات الكهربائية طيب انا شفت شخص وقع ولقيت بالفعل النبض شغال وانا متأكد انه شغال لكنه لا يتنفس اعمل ايه؟ لو انت متأكد ان العيان عنده نبض متأكد ان فيه نبض بس ما فيش تنفس في الحالة دي بتديله نفس صناعي تديله نفس من الفم للفم زي ما قلنا مرة كل خمس لست ثواني ولازم تفحص النبض بتاعه كل دقيقتين لان النبض ممكن يتوقف ازاي يا دكتور قدي للمصاب نفس من الفم للفم؟ مش ممكن يتنقل لي عدوى وممكن يجي لكورونا؟ دي نقطة مهمة يا عم بندق حتة مكافحة العدوى وحتة ان انت ممكن يجي لك عدوى من هذا الشخص ده شيء وارد لكن ده انقاذ لحياة هذا الشخص كمان ده لو فرد من افراد اسرتك اعتقد انك مش هتمانع ان انت تديله نفس من الفم للفم كمان فيه ماسكات المفروض موجودة للغرض ده ماسك بيمنع العدوى بتدي انت فيه النفس يوصل للمريض من غير ما يوصل لك عدوى بيكون فيه فلتر عشان يحميك من العدوى او لو انت معاك حاجة اسمها امبوباج بتدي بيها النفس من غير ما تقرب انت اصلا من العيان في بعض الناس ممكن تحط قماشة خفيفة بينها وبين المريض في محاولة يعني لمنع بعض العدوى لكن في النهاية القرار بيرجع ليك يا بندق توافق ولا ما توافقش براحتك وحتى المصادر العلمية دلوقتي بدأت تتكلم ان العيان لو عنده كورونا او اشتباه كورونا يبقى ممنوع انك تعمله تنفس من الفم للفم ده كمان ممنوع انك لما تيجي تفحص التنفس تقرب من وشه ده ممنوع دلوقتي لا تبقى لابس المسك بتاعك وتفحصه عن طريق النظر بس من بعيد يعني ما تقربش وشك من وشه كمان اما لو واحد كان بيلعب معك كورونا يعني راجل بالصحيته وكويس فغالبا يعني غالبا هو ممكن يكون عنده كورونا بس في الغالب مش هيبقى عنده وغالبا هتبقى اللي حصله دي ازمة قلبية وفي النهاية برضو يا بندق القرار ليك انت تديله نفس من الفم للفم او ما تديلوش طيب يا دكتور عيان قلبه وقف ونفسه وانا مش هقدر اديله نفس بقى لأي سبب اعمل ايه لو مش هتقدر تديله تنفس من الفم للفم لأي سبب يبقى اشتغل CPR اشتغل ضغط الصدر فقط استمر بقى في ضغط الصدر بمعدل من 100 ل120 ضغطة في الدقيقة وخلاص طيب يا دكتور فيه ناس بتقول ان الخطوات كده مش مظبوطة وان احنا بنطلب الاسعاف او الخدمة الطبية قبل ما بنفحس التنفس ايه رأيك في الكلام ده والله يا بندق انا اخترت اشهر البروتوكولات او اشهر الخطوات المعمول بيها في بعض الناس بتقول فعلا ان احنا نطلب الاسعاف بمجرد ان ما فيش استجابة وبعد كده نفحص التنفس لكن زي ما قلتلك الخطوات كلها اصلا تعتبر مع بعض الحاجات دي كلها ما بتاخدش عشرين ثانية هل هتفحص التنفس الاول ولا هتطلب الاسعاف الاول نقدر نقول ان الطريقتين صح وانا هسيب لك مصدر الخطوات دي في الوصفة اسفل الفيديو واخيرا عايز انبه على كم نقطة ان الحلقة دي مهمة جدا يعني انشرها اعمل شير ليها عشان كل الناس تعرفها يمكن تكون سبب في انقاذ شخص وما تستهون شي تقول يعني هو هيقع قدامي وانا اللي هنقذه لا ممكن يحصل فعلا وخليك جاهز للموضوع ده النقطة التانية ان لو حصل وشخص واقع قدامك نفذ الحاجات اللي بقولك عليها دي وجمد قلبك ما تخافش في ناس بتخاف ما تخافش شوفوا ونفذ الخطوات دي شوفوا بيستجيبوا ولا لا افتح له مجرى الهوى بيتنفسوا ولا لا اطلب الاسعاف ابدأ يشتغل انعاش قلب يرقوي جمد قلبك العيان هيخسر ايه العيان قلبه وقف ونفسه وقف يعني يعتبر العيان مات هيخسر ايه هكتر من كده اشتغل وجمد قلبك النقطة الاخيرة انك تمثل الموضوع ده عندك في البيت هات مخدة مخدة عادية واعتبرها انها شخص وقع قدامك ونفس الخطوات دي عشان تكسر الرهبة وعشان تعرف ان الموضوع سهل ويبقى سهل تطبقه لو لا قدر الله حصل قدامك جيب المخدة ونيمها في الارض ده شخص وقع في الارض والقوضة بتاعتك امان خلاص ما فيهاش مشكلة وافحص الاستجابة هز المخدة وقوله يا سيد محمد سيد محمد مش بيرد عليك افتح مجرى الهوى وبعدين افحص التنفس ما بيتنفسش يا حسن اطلب الاسعاف وهات جهاز الصدمات الكهربائية وابدأ انزل على المخدة ويعمل انعاش قلب يرقوي عشان تتدرب انزل بروكبك على الارض افرد دراعك انزل ابدأ اضغط تلاتين ضغطة ادي تلاتين ضغطة ودي نفسين واستمر على كده لحد الاسعاف ما يوصل زي ما قلنا او لحد جهاز الصدمات الكهربائية ما يوصل مسل كده عشان تقدر الموضوع يبقى في بالك ويبقى سهل ان شاء الله وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضباتكم